بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجاه قيما منذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ومنذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإما لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقال ربنا آتها من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشبا فضربنا على آبانهم في كهف سنين عدبا ثم بعثناهم لنعلم أي من حزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن لهم فتية آمنوا بربهم وزدناه الهدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان دين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأنوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور وارعا كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يهدي فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لابطلعت عليهم لغليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائد منهم كم نبثتم قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو عيدوكم في ملتهم ومن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لما اتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيد ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فما تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا وما تقولن من شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا والله أعلم بما نبثوا له غيب السماوات والأرض والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتعلم أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فيؤمن ومن شاء فيكفر إنا أعتبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشعي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إما لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عجل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جمتين من أعناب وحسسناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كنت الجمتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خمالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن وددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحايره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من لطفة ثم سواك رجلا لكن ما هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولوما إذ دخلت جمتك قلت ما شواء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ماما فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلطا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ميتمي لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير سوابا وخير العقبا واضرب لهم مثل الحياة كماء أنزلناه من السماء فاختلط به مبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مكتدرا ألمان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسور الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه لا يكونون يا ويلة ما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل ما للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماك والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدلين عددا ويوم يقولنا بأسركاء الذين زعنتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم واجعل ما بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جبلا وما أمن عن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادر الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنجروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يباه إما جعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوه وفي آبانهم وطرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وردك الغفور بالرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد من يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غباءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نده فارتدى على آثارهما قصصا فوجبا عددا من عبادنا آتيناه رحمة من مندنا آتيناه رحمة من مندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع مأي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع مأي صبرا قال لا تغافذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتى أهل قرية استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدع فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأول ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إما مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن مأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا المذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جمات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدابا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدابا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أمما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أسهل أسهل أو لا 真 شكرا